يسعد مساكم مشاهدين وياهلا فيكم بحلقة يديدة من برنامج مسائع عبر شاشة الراي اليوم حلقتنا فنية بامتياز راح نتكلم عن الفن المسرح التأليف والاخراج وايضا شوي الطرب راح نبتديها مع ضيفنا في البداية ضيفنا احد مؤسسي المسرح الجامعي ممثل مؤلف درامي ومسرحي ابتعد عن المسرح كممثل والابتعادة اسباب بنتحاور معه اليوم ما بين الوان الفنون الرحب بضيفنا الفنان والمؤلف الاستاذ فايز العامر حياك الاستاذي الله حييت يوم جيت نورتنا اكيد هنا عندنا في استيديو مسائي بنتحاور اليوم عن الفن واوضاع المسرح وخاصة الفن الكويتي لكن استاذي في البداية انت ما بين التأليف للدراما والمسرح وأكونك ايضا فنان شنو احدث مشاريعك الفنية كأحدث مشاريع انتهينا طبعا احنا من مسلسل اسم الدعلة عرض هذا كوميدي عرض على شاشة تلفزيون الكويت كان من التأليفي وبطولة اخونا وحبيبنا الفنان عبدالرحمن العقل ومجموعة كبيرة من الفنانين ايضا انتهى للتو من الاسبوع اللي فات مسلسل ليش يجاره هو من التأليف زميلة لي الاخت العزيزة فاطمة الصورة لكن انا شاركت فيه كممثل هذا العمل عندي ان شاء الله ما بعد رمضان فيه ان شاء الله عمل درامي نتمنى يحوز على رضا المشاهدين بالاضافة لعمل مسرحي باذن الله سيعرض في عيد الفطر للنجم الكوميدي والفنان المحبوب وحبيبنا طارق العلي اكيد نوجه له احلى تحية انشاء الله يعني انت في سيرتك الفنية وعملك الفني الكثير من الاعمال اللي قدمتها لو بننجي نقوة الاعمال الاقرب الى قلبك شون هي ولا شوفي بالنسبة لي انا دائما انظر الى اي عمل فني مثل المولود يعني شفتي الاب شون يفرح لما يلا مولود صحيح ويحتني فيه يشوفه يحبي وبعدين يقوم يمشي ويطيح الين بعدين يشهد عظمه بعدين يشوفه عود ويتزوج العمل الفني كذلك انا ايش مراحلة مرحلة مرحلة من بداية كفكرة ثم تخرج هذه الفكرة الى الواقع من خلال الكتابة كنا نكتب بالغلم والورقة ونستمتع في هذه الكتابة الان دشت علينا التكنولوجيا اجبرتنا ان احنا نطبع الكيبورد صحيح فافتقدنا الى لذة مسكة الغلم والورقة والشخابيطة وتالي نعفس الورقة ونقلها الان لا صارت الكتابة شبه رسمية فنعيش الاحداث الى ان اشوفها بعدين ينفذ يعني انت تشوف العمل الفني ينفذ تبقى فيه مفاضلة احيانا ما بين عمل وعمل هي كل الاعمال محببة لكاتبها كونك كاتب وايضا اغلب الاعمال تكون محببة للفنان اذا كان هو ممثل فيها ولكن مراته هو يشوف نفسه خصوصا لما تعرض الاعمال يجد مثلا نوع من الجذب هو ليس مفاضلة لكن جذب اكثر لعمل معين اعطيش مثال بسيط يعني عشان ما يكون كلامنا على اللاته يعني مثلا عمل مثل حبل المودة مع فناننا واخونا واستاذنا الفنان الكبير الاستاذ عبد الحسن عبد الرضي اكيد هذا انا دائما اجد فيه حتى لو يعاد مرة ومرتين اجد فيه متعة خفية شيء خفية جذبني نحو هذا العمل خصوصا في المشاهد اللي ارتقي فيها مع حبيبنا واخونا ابو عدنا نعم فيها متعة شنو المتعة هذه لو بنشرحها بكلمة نشرحها لان انت لما تقف مع عملاق مثل الاستاذ عبد الحسن عبد الرضي هذا بحد ذاته هو هني المتعة صحيح انت هني مهما كانت عندك خبرة سابقة ومهما كانت عندك سنين تراكمية طويلة في هذا المجال مثلا وتجد نفسك وسط نجوم وعمالقة انت تصير عندك همة ونشاط غير طبيعي مع احترامي طبعا لكل زملاء الفنانين الاخرين انا ما بخصم حقهم ولكن يعني مثل اول فلان مصر ايه كانوا لما يبون فنان مثلا يقولوا لا انت امام فريد شوغي يصيب رعب صحيح وهو فنان صحيح يصيب رعب يقول لك لا انا ما درشه قدام النبمة ده هي تبقى فيها ان انت تستفيد نعم نظل نتعلم مهما وصلنا مرحلة من الامر احنا نظل نتعلم ممن سبقونه اكي ومن جيل الشباب ايضا في شباب مبدعين الان ايضا تجد معهم متعة العمل من من الشباب اللي جذبك التعامل معه خاصة من الجيل الحالي يعني في نجوم شباب تبارك الرحمن من الفنانين والممثلين قاعدين يثبتون نفسهم في ادوار جدا صعبة وقد تكون تحدي لهم صحيح فمن من هذين الشباب اللي يجذبك العمل معهم والله شوفي احنا عشان لا نأتي على ذكر الاسماء ونقفل البعض ويطلع واحد يعني لا لا ما فيها زعل ما فيها زعل بمحبة يعني ان ليش مثلا ما يبطارية وكذا لكن هما عصر الله يطرح فيهم البركة فنانين الشباب وايد والاغلبية العظمى فعلا مبدعين في مجال عملهم لكن انا حقيقة يعني هذا طبعا اغلب اعمالي انا اللي نجي من طارق العلي نعم سواء مسرح او التلفزيون انا كتبك لطارق اكثر من عمل تلفزيوني نعم عرفتي لكن في بقية باقية انا اشتغلت مع عبد الرحمن العقل صح انه هو مو جيل الشباب قد يكون جيلي انا لا زلتوا شباب ممتع العمل ممتع العمل معه خالد امين ممتع العمل معه خالد بريتشي شبع عدد يعني قد ما يحضرني بعض الاسماء من شباب ومن شابات ايضا نعم عندنا ايضا فنانات ما شاء الله عليهم ممتعين صحيح ولو ان البعض الآن اغلب الفنانات ما يطلعون بالشكل الحقيقي بسبة التدخل التكنولوجي الحديث لتغيير اللوكة لنسلاة رقصتك هذا بنتكلم عن هالموضوع اكثر على موضوع الدراما الحين وين قاعد توصل خاصة من الناحية الفنية وشون الفنان يطلع لي جمهورة وتدخلات المخرج والمؤلف وغيرها لكن ذكرت انك انت تبارك الرحمن كتبت الكثير من الاعمال هل تتفاعل مع اداء الادوار اللي تكون من نصك وكتابتك انا اتفاعل مع كل شخصية ارسمها في النص حقيقة وخصوصا لما يكون عندي علم مسبق من هو مثلا البطل او الشخوص الرئيسية في العمل اذا كان عندي علم قبل البدء في كتابة النص انه فلان من الناس النجم الفلاني سيقوم بالدور الفلاني او مثلا النجم الفلاني او كذا هنا يصير في حماس اكثر لانه فيه تعايش فعلي مع هذا الفنان وبالتالي انا اعرف سكناته وحركاته واماءاته وحتى الجملة الحوارية لما حط على لسانه انا واثق من داخل نفسي ان هذا الفنان قادر على ان يوصل اللي انا ابيه بغض النظر انا مثلت الشخصية او لا انا ما افرض دائما يعني ما افرض نفسي في العمل اللي انا اكتبه اذا كان المنتج يرى انه فيه هناك شخصية تناسبني اغدمها وقدمت من اعمالي كتعليف ودخلت كضيف شرف انا اقدر ارسب لي نفسي دوري ولكن لا انا همني بالدرجة الاولى انه العمل التلفزيوني يكون متكامل بكل شخصة بغض النظر انا كنت موجود فيه او برا المهم اوصل الفكرة من خلال المجموعة اللي تقدم هذا العمل بغيادة مخرج مبدع والطواغم الاخرى المساند نعم زين استاذ فايز هل تتدخل احيانا في اختيار الفنانين اللي يقدمون العمل اللي انتكاتبه اتدخل مش فرض اراءة رأي لا كاقتراح في المشاورة في المشاورة وخصوصا انا تعاملت مع اكثر من شركة انتاج اهمة الاصحاب الشركة المنتجة يستنسون برأي الكاتب دائما مش انا بروحي يعني قد يكون اخرين يقول لك فلان من ترى في هذا الدور نعم لان احيانا انا قد ارسم شخصية معينة لفنان هو فيه ذهني اراه بشكله بالتكوين الجسماني بطريقة اداءه اراه يصرح لهذا الدور فأي اقترح اقول لهم مثلا العمل هذا ابي الفنان الفلاني وصار اكثر من اكثر من عمل يعني في مسلسلة معت اهل طلبت من اخونا والحبيبنا الفنان عبدالعزيز المسلم قلت له الشخصية هذه الله يرحمه يغمد روح الجنة قلت له بأحمد الصالح مرسومة يعني انفصل الله شون الخياط يفصل الدجداج هذا الشخص ايه انا فصلتها للمرحوم احمد الصالح فقلت له ابي احمد مستحيل واحد يؤديها غيره وفعلا تم الاتفاق مع المرحوم احمد الصالح ويابه نعم فأيه عملية تشاورية بين المخرج والمنتج والمؤلف ودائما ما يؤخذ في رأي الكاتب لانه هم يرون انه انت ككاتب مثلا لما رسمت الدور هل هذه مثلا دور الفتاة الدلوع المشعار في ايش من تقترع علينا انت من تشوف فلانة اقول لهم لا فلانة قد تكون اكبر سنا في الواقع من الشخصية المرسومة طيب فلانة فلانة لا ممكن ما تجيد او ما توصل الفكرة اللي موجودة في الشخصية فيتم تشاور هو وليس فرض الان ما اصبح في فرض في الرأي سواء حتى المخرج حتى المخرج لا يستطيع ان يفرض رأيه مع احترامي طبعا لكل اخوان المخرجين اصبح العمل جماعي تشاوري لانه في هدف فني صح وفي رسالة فنية صح لكن يبقى المنتج تاجر صح المنتج في حقيقته هو تاجر رجل قاعد يحط فلوسه يبي يستثمر فلوسه في المكان الصحيح نعم فيبي يسترجع ما دفع من خلال شنو التسويق باسماء محددة صحيح بمخرج مثلا يكون سهمة معلية شوية فوق عشان لا يطيح صحيح صحيح وبالنهاية العمل المتعاون اللي يكون فيه تعاون بين جميع فريق هذا العمل هو اللي يكون سبب من أسباب نجاح بالتأكيد هذا العمل الدرامي أو المسرحي أو غيره بالتأكيد الآن ما اصبح مثل أول النجم الأوحد يعني كانت الفريق ككل الآن فريق متكامل أحيانا أنت تكون عندك شخصية في المسلسل يمكن بثلاث حلقات لكن قد تكون خلاصة الثلاثين حلقة في الثلاث حلقات هذه صحيح فلازم أنت تتيب فنان صح يقول الشخصية اللي بالثلاث حلقات وإلا راحت على ما يقولون ضعت يعني زبدة العمل راحت خلص ما منها فايدة إذا على طار الفنان الصح هل تجد أن الحين في الساحة الفنية هناك فنانين ينقال لهم أنت فنان صح طبعا أنا ما أقدر أقيم لأن أنا شاهدت مجروحة من نظرتك الشخصية أنا شاهدت مجروحة في زملاء الفنانين فما أقدر أقول هذا مثلا فنان أعتمد عليه 100% وهذا مثلا نصف ما تقدر تقيمهم بالطريقة هذه الجمهور من خلال المشاهدة سواء على خشبة المسرح أو من خلال التلفزيون أو حتى الآن عندنا اللي هو الخط الثالث لصناعة السينما وبدأت السينما الكويتية الآن تنزل أكثر من فيلم فهذه أيضا تعمل نوع من الارتباط ما بين المتلقي والفنان صحيح لكن أنا كفنان أقيم داخل نفسي أنه فلان قادر على إيصال الدور أو لي لكن أحتفظ بالرأي هذه لنفسي أقوله متى لما يكون عندي عمل وأنا أحتاج أن تكون الشخصية هذه يقدمها فلان وليس فلان يعني هنا تصير المفاضلة ما بين الفنانين لكن كلهم فيهم البركة أكيد كلهم فيهم البركة لكن سبب السؤال هو لأن الساحة الفنية عفواً امتلأت صار في فنانين كثار يطلق عليهم اسم نجم فقط لأنه في السوشال ميديا أو في تواصل اجتماعي عنده عدد معين من الفولاورز فيتم اختيارة اختيارة على هذا الأساس وفيه سبب آخر اللي هو أدى إلى ظهور هذا الكم من الفنانين والفنانات لأنه أصبح الانتاج يعني تم خسخصة الانتاج سنكون واقعيين تم خسخصة الانتاج وأعطيت لشركات انتاج خاصة تدعمها محطات سواء كانت محطات خاصة أو محطة رسمية مثلا كتلفزيون الكويت تلفزيون الكويت عنده لجنة منتج منفذ تعرض عليه مجموعة من النصوص يتم إجازته وثم يعطى زيد هذا النص وعبيد هذا النص روحوا انتجوا هذه كلفتكم المالية يبقى هنا راجع لضمير هذا المنتج هل يصرف هذا المبلغ اللي استلمه من التلفزيون ويحطه كله على العمل التلفزيوني عشان يقدم وجبة دسمة للمشاهد أو السالفة فيها كروتي فكثر شركات الانتاج أدى إلى ظهور ولا تنسين أنه مخرجات التعليم أيضا من المأهد العالي للفنون المسرحية خصوصا في غطاء التمثيل والإخراج هو قاعد يضق سنويا عدد من الخرجين صحيح هؤلاء الخرجين يتم تشتذابهم في سوق العمل الفني فتلاقين بعضهم والبعض أنا قاعد أقول في ضربة حظ قد يكون في عمل واحد ينجم صح يصبح نجم ومطلوب صحيح أحيانا القناة نفسه سواء كانت حكومية أو تجارية هي تفرض عليك اسم معين أبي فلان ليش عشان أسوق باسمه ومثل ما تفضلتي لأنه عنده فلاورس هو نجم هو يعني سميه كما تشعين نعم يعني هذا الموضوع يبنى إلى هل أصبح الفن والفن الكويتي تجارة رح أسمع إجابتك لكن من بعد هذا الفاصل رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل ومستمريين مع الفنان والمؤلف فايز عامر استاذي قبل الفاصل قلنا هل الفن الكويتي تحول إلى تجارة الآن إلى أن أصبح يعني الفن الكويتي فيه تراجع وإحنا ما ننكرها شيء سواء كان في المسرح أو في الدراما فهل تحول الفن إلى تجارة أو هو سبب من أسباب التراجع هذا هو سبب وليس كل السبب هو جزء من مجموعة أسباب أنا قلت قبل شوية أن المنتج يعني عليه تكاليف نعم يعني غير إيجار الشركة والعاملين اللي عنده والمعدات وأجهزة المنتاج والأمور هذه كلها الرجل يصرف لما يتصدى لإنتاج عمل فني وبالتالي هو يسترجع هذا المبلغ اللي يصرفه وأيضا فوق نسبة الربح وإلا هو ليش فاتح شركة تجارية يعني المسمى شركة تجارية أي شركة فنية مسمىها تجاري لكن ضمن إطار هذا الإنتاج التجاري هناك هي الرسالة الفنية اللي ننشدها ككتاب وكفنانين فلما تختلط الرسالة الفنية في العمل التجاري والمتصدي للإنتاج ليس فنان هنا الطامة هنا المشكلة المشكلة أنه لما يتصدى للإنتاج الفني من هو ليس بفنان وليس له علاقة في المجال الفني فيصبح الفكر تجاري بحت بغض النظر عن الكواليتي نفسها يعني ما يهم شونه يقدم يعني لكن هذا سبب هناك أسباب أخرى اتي ورها السبب هذا يعني مثل احنا كنا في السابق الرنج مفتوح بالنسبة للفكر أنك تقدم ما تشاء ضمن طبعا ضمن إطار المحاذير نعم ما أقول أننا نكسر قاعدة المحاذير ونقول كل شيء لا نحن فعلا نتحدث بكل شيء ضمن إطار المحاذير الآن أصبح هناك محاذير أكثر شوية قد ما تكون مكتوبة ولكن هي نحن نتلمسها أنه فلان نشيلها المشهد لأنه هذا ممكن يعمل كذا وكذا فلان نشيلها المشهد ممكن فهني أنت تفرق العمل الفني من قوتها ومن محتوى صحيح وأنا ما ألوم الرغابة حقيقة أنا ما ألوم لأنه فيه نصوص للأسف تكتب بطريقة بابتدال أحيانا نعم نعم وأيضا فيه من فنانين وفناناتنا من لا يحترمون يعني خلنقول الجهة اللي اسندت هالعمل الفني نعم سواء كان تلفزيون خاص أو تلفزيون حكومة لأنه في المحصلة النهائية نحن تحت علم واحد فأيضا طريقة وهذا اللي يخلي دائما العين على الفنانين بشكل عام صحيح حريتها يا أخي أنا ما أقدر أفرض عليها بعد تبيني أفرض عليها إيش تلبس وما تلبس تصرفات بعض الشباب بر مجال العمل الفني لما تصير مشكلة والجرائد ما شاء الله عليها مصحاب الصفحات الأخيرة والصفحة التي تكتب الغضايا نعم الفنان الفلاني مسكوه ما دلوا الفنان الفلاني فهذه قاعدة تشوه هذه قاعدة تشوه فهذه تعطي بس أستاذي هذه الأمور إحنا ما كنا نشوفها بالسابق يعني في الزمن الجميل والزمن الذهبي للفن ما كنا نشوف هذه الأمور ليش الحين تواجدت وين الغلط ما كان هذا الانفتاح ما كان هذا الانفتاح كانت محطة وحدة تفتح من إلي تقدم وجبة لذيذة جدا من خليط من الأعمال المنوعة والتمثيليات ذا كل وقت سهرات وتمثيليات حتى المسلسل يعني الميكتب مسلسل سباعية ثلاثية سباعية بعدين وصلنا إلى مرحلة ثلاثة عشر حلقة صحيح إلى خمسة عشر حلقة ما كان ثلاثين وكانوا مجموعة أنا ما أبخص الموجودين حاليا حقهم لي ولكن كانوا مجموعة عاشوا للفن بس صدقيني ما كان همهم الشيء بيغبض يعني بذاك الوقت ما كان وحبهم للفن وتوصيل الرسالة الفنياء هو همهم الأول همهم الأول يعني أنت لما تيب نجب من نجوم الزمن الجميل ما كان يقول لك كيف تعطيني صحيح لأن التلفزيون كلفة كان تكليف وعلى فكرة بذاك الوقت كانوا الفنانين مصنفين بالتلفزيون نعم نجم نجم ألف نجم با أولى إلى أن نصل المرتبة الأخيرة اللي هو كنبارس و كنبارس ناطق صحيح أستاذي إحقانا ما قاطع كله بالخير إن شاء الله وإحنا مستمرين في حوارنا لكن ويدنا نشوف هذا المقطع من مسلسل ليش يا جارة اشتركوا في القناة يا رب وش أسد وش لو نطلع من هالمسل البنك ما يعطل وفهد مسكين شلقت من كذر سلفيات الغروب تحمل كل شي عايشان وين أروح يا رب شدب استاذ فايز دائما ما تكون هناك مقارنة بين الماضي والحاضر في الرياضة في الحياة المعيشية في الناس وخاصة في الفن الأعمال الدرامية السابقة سواء كانت في الدرامة التلفزيونية أو في المسرح وأيضا الإذاعة دائما ما نذكرها إحنا لي الحين دائما نقول الله هالمسرحية تعالوا خنطالعها ولا هالمسلسل أيضا الحوارات تكون محفوظة خاصة من الجيل الحالي والجيخ نقول الصغار لا زالوا يحفظون الأعمال القديمة الحين الأعمال اللي قاعد تقدم هي شهر شهرين وتنتهي تنتهي نعم صحيح ما لها يعني ما ترسخ بالأذهان وين السبب هنا السبب أن كان النص يكتب لمجموعة من الفنانين معروفين سلفا يعني لما يتصدى كاتب في ذاك الزمن الجميل وأنا دائما أسميه الزمن الجميل أنه يعرف أن في كوكبة من النجوم رح يتصدون لتقديم الشخصيات في هذا النص وبالتالي حتى أنت لو تلاحظين شو في الأداء يتبارون كان التصوير استيديو أول شيء وأكثر من كاميراي فما كان فيه توقف فيه نوع من يعني كل ممثل أو كل فناني حاول يطل أفضل ما عنده فبالنهاية يطلع العمل جدا طيب هذه واحدة الثانية مثل ما قلت لك من صح ما كان الفنان حاج جدا يعني عينه أنه كم باخذ كم تعطيني يشوفه يكم من النجوم أنت لو تطلعين ترى مو بس عندنا بالكويت أنت شوفه الحين أفلام أبيض واسود أو حتى أفلام السبعينات والثمانينات اللي ملونة الفيلم الواحد كم نجم فيه كم نجمة كلهم كبار كلهم كبار كلهم كبار ويعدون صح هم نرد نقول إحنا صار عندنا الحين على كثرة شبابنا فما نقدر نعمل مقارنة ما بين ما هو حديث الحديث ما قولت سيئ ولكن انشقال الناس أصبحت الحياة أسرع عجلت الحياة الدور أسرع وبالتالي حتى يمكن المشاهد أصبح ليش الآن ركزت أغلب محطات التلفزيون تركز على تكثيف أعمالها درامية خلال فترة شهر رمضان صح لأنه يمكن الصايم يخذ رست في البيت يريح لو ساعة ساعتين فخلال الراحة هذه ماسك الرموت وقاعد يلف من محطة إلى محطة والمشكلة رح يضيع لأن كل فنان عنده أكثر من عمل فرح يضيع هنا وهني فهذا اللي يضيع جمالية العمل الفني وظهور الفنان نفسه في أكثر من عمل درامي درامي هذا يضيع جمالية العمل الفني للمسلسل نفسه يعني كنا قبل لما نشوف نشوف مثلا سباعية مثلا سبع حلقات بس سبع حلقات مركزة صح وفيها النجوم هم هم النجوم خلص العمل هذا بدأوا بعمل آخر يحضروا له والتحضير كان فيه برافات طاولة صح والله كنا نقعد برافات طاولة يمكن لا أبالغ إذا قلت أسبوع أو أكثر نقرى 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 لين نهضم الحكي المكتوب الآن ليه يدق علي المنتج استاذ فايز كملت النص أقوله جاهز النص مجاهز خالص جاهز يعني قدنا الإجازة به يلا باتشرت بنتخل لا جمع القروب الفنان قام يمنتج نصه قبل التصوير المشكلة أنه حتى الفنان نفسه هو ما قام يهتم بعلاقة الشخصية اللي هو يقدمها ببقية الشخصيات الأخرى وبالتالي لما تقول له مثلا أنت نفترض 22 حلقة قضى بس مشاهدة بال22 شالهم من النص بشكل كامل منتجهم حطهم الفايل ويأخذ الأوردر من مساعد المخرج اليوم شنو عندي قال عندي كذا مشهد كذا مشهد كذا مشهد يا بم ويا يدش اللوكيشن وصوروا يعني ما يهتم بالتعمق بالدور ما عنده وقت بيخلص العمل بيخلص هنا بيروح هو مطلوب هناك غد يكون يصور ليل هنا وبنفس الوقت مطلوب ليل في اللوكيشن ثاني فتلاقي هنا يروح وشوه هناك مشهد يرد هنا هذا بالنسبة للفنان أستاذ فايز بالنسبة لكاتب النص المؤلف أيضا علي عتب كبير الأعمال السابقة كانت يعني كنا هو قاعد ينقل واقع حياة الشعب نفسه حاليا في نصوص قاعد تقدم فيها ابتدال الآن في الوقت الحاضر الآن ومع الانفتاح ودخول السوشيال ميديا ودخول يعني أول كان النقد يوجه لك منين من ناقد فني نعم يكتب وجهة نظرة بصحف يكتب وجهة نظرة في جريدة أو قد يحضر لك في ندوة ويناقشك وجها لوجه في المسرح طبعا أنت عارف أغلبية الفنانين ينتمون إلى المسارح الأهلية العربعة فأيك بالمسرح يمكن يناقشك الآن السوم توجه لك من كل اتجاه ومن كل صوب يعرف بالفن ما يعرف بالفن معاجبة شكل الفنانة يحط المؤلف ما يولام ليش لسبب أنا لما يأخذ غضية أنا حاسها من وجهة نظري أنها تهم المجتمع يطلع لي واحد من اللي ما أدري وين أحطهم في أي خانة ويقعد يقول لي هذا تشويه مش عارف إيش وأنت قاعد تشويه صورة المجتمع وإحنا مجتمع محافظ يا أخو من قال لك أنهم مجتمع محافظ من جبل المجتمع الكويتي جبل على المحافظة وعلى التمسك بالعادات والتقاليد وناس الحمد لله يعرفون ربهم ليش إنا قلنا مثلا الظاهرة الفلانية هذه غلط صرنا ننشر قسيلنا على الملأ ما ممكن أنت اليوم يعني تعمعيون الناس بهذه القضاء ولا ممكن ما أصبح فيه أثير موجه الآن في ظل العولمة اللي حاصلة ما يحدث في الصين أنا أشوفها بنفس الوقت يمكن في أقصى بقاع العالم يحدث حادث اللي طير ويصور من قبل أحد تشوف اللقطة بنفس الوقت ما ممكن أنت يعني الآن تخش الحدث صحيح مع ذلك نحن في غرارة نفسنا نحن رغباء أنفسنا بغض النظر مع احترامي لوجود طبعا الرغابة المسبقة الليها الحين موجودة وحتى فيه رقابة لاحقة أقوم ما يتصور المسلسل ولكن نحن رغباء أنفسنا ومع ذلك يعني الضيق اللي بدأنا نحس فيه اليومين يعني أنه ما تقدر أنت تفتح مثل أول يعني كان أول فيه على الأقل ها مش حرية جميل جدا أنك تنتقد وما كانت المشاكل طابحة على السطح مثل الحين صح يعني أول سكان يكتب ورث مش عارف إيش كانت القصص معروفة إيه ثمنه بيته وفسفس الفليسات صحيح بيتزوج بنت الإيران وقلوبه مراضي يعني من الشغلات الحلوة اللي تلامس واقع الحياة اليومية الآن أي إنسان مو المواطن لا أي إنسان يعيش على هذه الأرض هو كتلة من الهموم متحركة فما تقدر أنت ككاتب يجد هموم أهموم أكيد ما رح يتقبلك يقول لك أنا بروحي أنا كتلة هم قاعد تتحرك فتيب لي بعد أنت فنلجأ أحيانا إلى رسم الابتسامة على وجه المشاهد من خلال عمل كوميدي خفيف كوميدي صح يعني ولله الحمد أنا يعني أفترض أنه أنا ما أتكلم عن نفسي ولكن أنا أجيد الكتابة في في الاتجاهين يعني في الدراما كدراما وهما أثنين هم دراما لكن في تراجدي والكوميدي نعم صحيح الكوميدي شوية للناس يستسهلوني الكوميدي عندي أنا شوية أصعب لأنه أنت ممكن من السهل أنك تبكي المشاهد من خلال الجملة لكن صعب أنك الضحك لكن صعب أنك الضحك صح واللي قاعد نشوفه في أعمال مرت وعدت وعلى أساس صنفت تحت مسمى كوميدي للأسف هي ليست بكوميديا إنما هو تنطط وصراخ وطعوه فلان وطعوه علان ورح على هذا المنوال حاولنا أنا وبعض الأخوة من الناس فعلا المخضرمين خاف بعد عدد أسماء وانسلباجي أنه لما نكتب عمل كوميدي نكتب وفق كوميديا الموقف جملة نظيفة أكيد لأن المشاهد منه المشاهد أمك واختك وخوك وهلك ويرانك ومش عارف يعني ما ممكن أنت تجرح مسامعهم في جملة بذيئة عدم مؤاخذة أو أنك أنت ترسم صورة تجرح عيني هذا الموضوع أستاذ فايز وعلى غرار السؤال السابق الذي سألناه على بعض الأعمال التي تقدم سواء كانت كوميديا ولا دراما تلفزيونية ظهر الفنان عبدالله الحبيل الله يذكره بالخير في أحد المقابلات وكانت قديمة المقابلة هذه ذكر فيها أو تنبأ على وضع الفن الكويتي خاص بشكل خاص أنه يجب أن تكون هناك رقابة على بعض الأعمال لأنها تعكي صورة الفن الكويتي بطريقة سيئة وهذا للحين نحن شيء نلامسه ونشوفه خاصة في الأعمال الدرامية التي تعرض في رمضان هذا الشيء يعني رقابة النفس هذا الشيء خاص بالفنان نفسه والمؤلف والمخرج بحد سواء لكن أيضا نحن نبي نشوف أعمال درامية كويتية تذكر يعني من حقنا نحن كجمهور يشاهد هذه الأعمال نفتخر بالأعمال التي تقدم صحيح طبعا نحيي ونمسي أخونا أبو محمد أستاذ عبدالله حبيل الفنان عبدالله حبيل تربى على جيل المرحوم صقر رشود أكيد والمرحوم فؤاد الشطي ونحن آصرنا هالعملاقين وأنا واحد من الناس واشتغلت مع المرحوم فؤاد الشطي مسرح بمعنى الكلمة يعني مسرح مسرح يعني العمل كان مع فؤاد الشطي في عمل واحد كأنك متخرج من المعهد العالم الفنان المسرحية صح أكيد أكيد لأنه كان يشتغل مثل ما قلت لك همه رد وقول للفن 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 وليس للتجارة نعم 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 العمل التراثي لأن العمل التراثي أنت تنقل واقع جميل جداً ضمن صورة نظيفة وحلوة بالبيت الكويت القديم والجملة الحوارية اللي كان على إلصان الشيبان والعيايز في ذاك الوقت يسألني واحد يقول لي ليش قلت لك خلي الجيل الحالي يتربى على القيم الجميلة صحيح يعني زماننا ذاك وإن شاء الله زماننا هذا مقاصر لكن كان هناك في صدق في أمانة حتى الحب عذري عفيف الآن ليه في ممكن تكون الكلمة صعبة وقاحة في التصادم صحيح وقاحة في التصادم فهذه مشكلتنا أن بعض الكتاب وما أقول كلهم ينقل واقع أهوة العصر اللي هو عاشه فينقل الجملة قد ما يكون قاصدها بس لأنها هي تتداول متداولة فعلى باله هذه الجملة أنها أوكي هذه هذه تقال في كل زر ليه هذا فن موجه أنت مو بس مثل أول البث على حدود الدولة الآن أنت العالم كلها قاعد يشوفك صح فلما يشوف فنان كويتي بغترة وجداشة وبيت كويتي وإطار كويتي يعني أتمسفير جو عمل عام كلها كامل كويتي نعم فلما يشوف الإساءة أو كذا أو مثلا حركة موزينة أو كذا رح يرسم صورة مثل ما إحنا رسمنا في أذهاننا صحيح من خلال ما رأينا في أفلام كنا نشاهدها عبر دور السينما فانطبع في ذهننا أن الجماعة شريهين في الطعام مثلا أو الفقر مدقع لكن لا لما رحنا وشفنا الواقع لقانا الأكس الفن دائما هو يطرح بنوع من المبالقة نعم عشان يوصل الرسالة المحلوبة فبعض الكتاب يبالغون فيها فهي مخرج عندها رؤية إبداعية فيبالغ أكثر فتصل إلى المتلقي وكأن اللي تشوف هذا جدامك سواء عبر المستطيل الصغير اللي هو التلفزيونة أو عبر شاشة السينما هو هذا الواقع وهذا الخطر وهذا اللي قاعدين نشوفه الآن ومثل ما قلتش من ساع تشوف وهي فنانة وهو ليس بالوجه الحقيقي للفنانة نعم فهذا قش بصري صحيح أستاذي الفنان فايز عامر استمتعت بالحوار معك كلمة أخيرة أحب توجهها لمشاهدنا والله أول شيء أنا أعتذر عن أي جملة في هذا اللقاء قلتها عفوية لا أقصد فيها إساءة لا لزميل ولا أحب أجرح مشاعر من هو المتلقي لهذه الحلقة هذه الشغلة الشغلة الثانية طبعا الشكر الكلاسيكي المعتاد لتلفزيون الرأي وهذا ليس بقريب على تلفزيون الرأي وعلى كل حال أنا ابن هذه المؤسسة شكرا من أول ما تأسست كجريدة نعم فكنت أحد طواغم جريدة الرأي شكرا لك شكرا لكل الأخوة الجنود المجهولين اللي موجود خلف الكاميرات وشكرا للمخرج ونتمنى أننا وصلنا رسالة بس أنا قلتها بحرقة قلب فعلا يعني يعني جماعة لا تقولون والله ما هبطت الفن ترى هبطت القيمة الخلقية أرد أقول ما عد فينا مثل أول حرص على الفن كفن لا الآن شم تعطيني أخلص بروح عندي عمل ثاني فما أصبح اهتمام وهذا هو اللي قاعد يطيح العمل سهي منك تشتغل هناك تشتغل هناك يخي روح الله رزقك ما أقولك ليه بس عطني حقي سهي يعني أنا لما أييبك مثلا كممثل أو أعطي الكاتب حقي على أغل يخي يقول جملته يخي وصل الشخصية مثل ما رسمها لأنه أنا دائما أتخيلها صورة تتحرك أثناء الكتابة أنت تتخيل شكوصك تتداخل وتتحاور وتقوم وتقعد وتمشي صحيح فلما تتشوه هذه الصورة يولام قال لك هذا نصفلان لا ولا ولا أقدروا له مخرج أيضا لأن المخرج أيضا يعيش زمن عول ما فيقول لك أنا أهم عندي أكثر من عمل صحيح صحيح شكرا لك الفنان والمؤلب فايز عامر على تواجدك معنا ومثل ما قلت الفن يجب أن ينبع حبه من الداخل متى ما طلع من الداخل سيطلع لنا عمل متميز وجميل نحن مستمرين معكم مشاهدينا لكن من بعد هذا الفاصل يشبه للعمل